قبل من بديوا الفيديو للتذكير اي شخص يحب يتأكد من الخبر يكون موجود في قناة تريندينج السيارات ستجدون المصدر في صندوق الوصف وشعارنا الاول والاخير وهو الصدق والمصداقية بسم الله كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرف الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري عن عودة تمويل شراء السيارات وفق الصيغ مطابقة للشريعة الإسلامية تزامنا مع التحضير لإطلاق سيارات صنع في الجزائر وفقا لما سبق أن أعلنته وزارة الصناعة حيث سيتم اقتناء السيارات من المصانع مباشرة وإعادة بيعها للزبائن مقابل هامش ربح معين وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس المدير العام للمصرف السلام ناصر حيدر حيث أكد أن العملية اليوم تقتصر على الدرجات النارية والتجهيزات الكهرومنزلية إلى أنها ستشمل قريبا بعد عودة التركيب السيارات صنع في الجزائر ومن جهتها أكدت مديرة الصيرف الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري أمين عثامنية أن تمويلات السيارات لدى البنك الذي تمثله ستصل 85% من قيمة المركبة في حين شددت على أن البنك الوطني الجزائري يحتل صدارة البنوك التي حققت أعلى نتائج في التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية سلام